سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة برحب بكم في حلقة جديدة اليوم من برنامجنا والحقيقة النهاردة كان موضوع الحلقة حيكون عن السيام وشهر رمضان يعني كان في مواقف معينة كنت عايزة تكلم عنها النهاردة بخصوص شهر رمضان والسيام لكن قبل ما ندخل في بعض التفاصيل دي النهاردة هنتكلم عن حادث أليم جدا وهو حادث انتقال أو استشهاد القمس أرسانيوس وديد عايزة أقول أنه عنوان حلقة النهاردة هو أنا كنت مسميها قطائف رمضانية لأنه أنا كنت عايزة أخذ مقتطفات فأخذت الاسم كده يعني المقتطفات من ما يأتي به شهر رمضان على فكرة جزء كبير من ما يأتي به شهر رمضان في العالم كله هو إرهاب ربكة شر أمور مجموعة من اللخبطات المفروض أنها تكون أمور روحية بس هي مش روحية أبدا كلها أمور جسدية جدا كلها أمور ذاتية جدا في غضب شديد بيكون في وسط المجتمع الإسلامي عامة في اهتمام بكل ما يردي الجسد والشهوات يعني المفروض أن احنا بييجوا في شهر رمضان يقولك ده اللي امتناع عن الشهوات والأكل والشرب والمش عارف إيه والعطاء والاهتمام بالفقراء وكلام من ده تلاقي أنه العكس بيحصل بتبقى ماشي في السكة يعني يخد مثل بس حتى العلاقات الزوجية يقولك أن الامتناع عن الشهوات والامتناع عن التفكير في الجسد ولكن تروح تلاقيهم بيسألوا الشيوخ في تفاصيل التفاصيل إمتى يعني يكون الموضوع ده مباح لحد أنهي كلمة في الأدان يعني العكس صحيح في كل شيء لكن مما يأتي به رمضان واللي هيكون النهاردة موضوع جزء كبير من الحلقة هو الإرهاب الإرهاب الروحي والنفسي والجسدي اللي بيقع على كل من هم حول المسلمين في هذا الوقت للأسف شيء مؤلم جدا لأنه يعني مش هقدر أقول أنه قاتل الشهيد القمس أرسنيوس راجل مسلم ما وراء أفكاره أفكار إسلامية طبعا يعني قبل ما هبتدي أتكلم في الموضوع أصلا الموضوع لسي حصل يعني مبارح فكل المعلومات اللي عندي محدودة لكن عندنا قياس نقدر نقيس عليه لأحداث كتير حصلت في مواضيع تانية وأحداث وحوادث أخرى كلها مشابهة مسيحي يقتل أو قس يستهدف ويقتل أو راهب أو خادم يستهدف ويقتل ليه؟ لأنه خادم ولأنه بيمثل المسيح من القاتل؟ شخص مسلم مؤدلج على أنه ده كافر ده عدو الله ده موت وخدمة لهذا الإله بتكثر الأمور دي في شهر رمضان لأنه الشر بيستفشي أكثر في شهر رمضان خليني أتكلم عن القمص أرسنيوس وديد ببساطة من المعلومات البسيطة اللي وصلتنا عنه في الوقت ده الحقيقة أنه هو دي مش أول مرة يستهدف خلينا نشوف الصورة التانية تعليق الأستاذ ماجدي خليل على الموضوع ده على موضوع مقتل القمص أرسنيوس الأستاذ ماجدي خليل بيقول أنه القاتل هنا هو مسلم أصولي حاب يكسب حسنات أكتر في رمضان فقام بخصة وجبنه وغدر بطاعن رجل دين قبطي مسالم أمام زوجته وأولاده على شاطئ البحر بالأسكندرية وبدون سبب سوى الكراهية لدين هذا الرجل في تفاصيل بقى تانية جات أكتر من كده الحقيقة أنه القمص ما كانش فقط مع عائلته لا ده كان مع أبنائه المخدومين يعني مجموعة من الخدام بتوع الكنيسة الشباب اللي بيتربوا في الكنيسة وسطنا أخبار من إحدى البنات اللي كانوا موجودين الفيديو موجود دلوقتي تقدروا تشوفوه البنت بتقول بنت اسمها سندرا بتقول أنهم كانوا تقريبا 35 أو 40 بنته ولد وخادم وخادمة موجودين بره بيعملوا خدمة ما وأنه القمص كان بيحاول أنه هو يركبهم العربيات عشان يرجعوا الكنيسة أو يرجعوا بيوتهم وفي اللحظة دي جه الراجل ده الملتحي ما كانش لابس جلابية ولا حاجة زي ما الصور مورية لكن كان لابس بانطلون وجاكت وأميس ولابس عادي وطعن القمص في عنقه كذا مرة هي ما شافتش قد إيه بالزبط لكن كان في ناس تانين موجودين قالوا أنه الأمر كان يعني عملية دبح بتحصل وأنه كان هناك آخرين موجودين يعني الراجل ده ما كانش الواحد وكان في حد تاني معاه فدي مش واحد مجنون بقى ولا واحد يعني في أرواح شريرة ولا واحد بيستجدي في الشارع يعني استهدف الراجل ده لأنه شافه كاهن أو مجنون وخلاص بقى زي ما لسه حيقولوا يعني لسه حيقولوا لا لا ما كانش الواحد وكان في حد تاني بيساند هذا العمل مع الراجل ده دي حاجة لسه ظهرة حالا من واحدة من البنات الخدام اللي كانوا مع أبونا في الوقت ده شوفوا استهداف المسيحيين عموما في مصر مش حاجة جديدة التاريخ بيشهد عليها لو تراجعوا الحلقات اللي عملناها على برنامج المرأة المسلمة فقط حتلاقوا عشرات الحلقات اللي اتعملت في مناحي مختلفة من هذا الموضوع إذا كان حرق كنايف أو اختطاف قصرات أو أسلمة بقصرية أو حوادث إرهابية ضد القرى بحالها أو تهجير مسيحيين يعني الحقيقة أنه كل مرة أقول تهجير مسيحيين في مصر دي يعني أنا نفسي بتاخد وأنا بقولها عيلة مسيحية بكل أفرادها أو بكل مثلا العمام والخلان والأرايب ومش عارف إيه يهجروا من قرية بحالها عشان واحد مثلا حبوا واحدة مسلمة ولا واحدة مسلمة حبت واحد مسيحي ولا كنيسة تفتحت ولا حد عايزين ياخدوا البيزنس بتاعه الحوادث كثيرة كثيرة التاريخ مليان الكشح ومصايب الكشح والجرائم الناس اللي كانت مقطعة إلى أشلاء في شوارع قرية الكشح يعني عندنا أحداث كتيرة جدا نقدر نتكلم عنها في اضطهاد المسيحيين لسه عندنا قضية مطروحة يعني لسه كل ما أحد كل ما أتكلم في قضية تخص المسيحيين ناس تكتب لي أرجوكي تكلمي على الست اللي عروها والمحكمة ما خدتش حقها قضيتها في المحاكم ولسه ما خدتش حقها ولم يحكم على الناس دي لكن لو كانت ست مسلمة كانوا هجروا كل مسيحيين القرية ده غير اللي هيقتلوهم ويحرقوهم ويكسروا بيوتهم لحد النهاردة لما بتحصل مشكلة بين مسيحي ومسلم ويكون المسلم هو اللي معتدي بتلاقي بيعملوا إيه بتلاقي كل المسيحيين موجودين في السين يقول لك أصلاحنا بنحميهم وبعد كده بنعرف إنه معمل لهم قضايا إلى الآن لم يحكم على أي حد قتل مسيحي يعني الكاهن اللي جري وراه راجل وحطي له علامة صليب عملنا عليه حلقة كاملة أنا أسفى يعني خينني ذاكرتي خيناني في موضوع اسم أبونا اللي استشهد من كذا سنة ده يعني هل حكم في موضوعه؟ لا القضية هنا إنه فيه استهداف حقيقي اللي ورا الاستهداف ده إيه؟ الفكرة المؤسس مش الشخص اللي مسك السكينة ولكن الشخص اللي حط الفكرة جواه هعليها وكبرها قوي وأقول لك إنه هذا هو فكر إله الإسلام إنه دول اللي بتتقفل بإهانتهم الفتحة غير المغضوب عليهم ولا تضلين إنتم ضلين فيا إما إسلم تسلم ما تسلمش؟ خلاص ما لهم وعيالهم؟ بنتكلم بصورة بسيطة لكن ده واقع في حياة المسيحيين كنت بسمع دلوقتي في غرفة على الكلاب هاوس يعني واحد بيسأل طب يعني يا جماعة هو أنتو كمسيحيين أنت شخصيا يعني اضطهت؟ كان بيسأل واحد عابر بيسأل المسيحيين عموما شفت أي اضطهاد؟ يعني السؤال الحقيقي الحقيقة أنا لا أشكك في براءة هذا الشخص اللي بيسأل لكن لو كنت بتسأل عابر أقدر أقول لك هل العابر يقدر يقول أنه هو أصبح مسيحي وترك الإسلام؟ هل هيطبق عليه حد الردة في مصر من أهله قبل الحكومة؟ ما طبعا هل العابر يقدر يعيش في مصر؟ والناس اللي حواليه عارفين أنه عابر؟ لا طبعا ليه العابرين بيخرجوا وبيهربوا وبيسيبوا عائلتهم؟ لأن هناك اضطهاد هل شفنا عائلات قتلوا ولدهم؟ سمعتوا اختبار مصطفى اللي كان على المرأة المسلمة قبل كده اللي أهله إخواته ومراته كانوا بيعذبوهم هو وولاده السبيان الأطفال الولد يعني كان في خمسة ابتدائي بالمكوى حرقوا بطنه لأنه قبل المسيح أما بقى عن المسيحيين في حدس ولا حرج يعني المسيحي يولد مضطهد المسيحي اللسان حاله بيقول أنا يعني البلد دي بتحميني إزاي؟ لأنه جاره بيتطهده حتى ولو اللسانه حلوة معاه ما تعدوش تقولولي بقى طنطفوا لانا واحنا طول عمرنا عندنا سحاب مسيحيين بس طول عمرك بتشوف المسيحي يخرج من الفصل وأول ما يخرج من الفصل الأستاذ يقولك أصداده كافر فلازم يخرج وره 99% من اللي بيسمعوني ده حصل في حياته أنا كنت مسلمة وبقعد في الفصل وبسمع الكلام اللي بيتقال على المسيحيين دول كفروا وبيعبودوا تلات آلهة ودول مش عارف إيه ودول مش هيدخلوا الجنة ودول رايحين عن مرحة فيما تكلوش معاهم هل الكلام ده تحسن؟ لا إذا كان فيه ناس بقى دلوقتي عندها فهم إمتى تقوله وإمتى ما تقولش وبقى فيه شوية حساسية في الموضوع دي حاجة والغالبية العزمة في التعليم العام في مصر بتعلم إيه عن المسيحي خلينا نشوف السورة اللي بعد كده دي الناتج عن اللي بنتعلمه إحنا من الكلام عن المسيحيين شوف تعليقات الناس مقتل القمس أرسانيوس وديد كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم طعنن في رقباته بأحد شوارع الأسكندرية ردود الناس بقى الناس اللي بتترحم دي انتو بتعبدوا إيه؟ إيه؟ من لدكو إيه؟ بتترحموا على أسيس كافر ليه؟ ده السؤال والأستاذ اللي بعده الله أكبر طبعا دي حاجة يعني نصرة للإسلام إزاي؟ الله أكبر كمان اللي بعده شايف؟ عالي ده بيقولك اللي بعده هل ده حاجة ما شفنهاش قبل كده؟ في وفاة مسيحيين كتير وفاة أي حد يعارض الإسلام بتلاقيهم بيعملوا إيه؟ الله أكبر اللي بعده عايزين نخلص منهم يلا الشهر ده كويس والسنة دي كويس عندنا كم واحد منهم راح لا اعتبار للإنسانية أنا بسأل الناس دي بتعلق وهم صايمين يعني دول المفروض انهم بيقدموا طاعة لله أنا هتكلم بصفة عامة مع أني أعلم أنه موضوع الصيام الإسلامي ده يعني مشروع فاشل جدا وليس له أي علاقة بتقديم نفسك لله عسل انت ما تقدرش تقدم أعمال لله على فكرة يعني اللي انت هتعمله من صيام وكلام من ده مايفيدش الله في حاجة الصيام ليه مفهوم تاني هكلمكو عنه في آخر الحلقة لو فضل وقت يعني فالناس اللي بترد دي والناس اللي بتعلق دي دول وهم صايمين كده بيعلقوا على أنه ربنا يخلق ده بس يعني حاجة يعني حاجة بسيطة من التعليقات اللي اتقالت على استشهاد القمس أرسانيوس عامل إيه القمس أرسانيوس أنا عايز أقرلكو حاجة سريعة جدا يعني لمحة عن ليه هو كان بيضطهد كان تم رسمته في كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك لخدمة منطقة كرموز وبدأ في إنشاء كنيسة جديدة بكرموز عام 2000 وتم التصدي له من قبل السلفيين وتم الاعتداء على سيارته وتهديده بالأسلحة البيضاء وتحذيره من عدم المجيء للمنطقة مرة أخرى حيث تعد المنطقة من المناطق الشعبية بعد كده أبونا أرسانيوس لقى حتة أرض وأنشأ عليها كنيسة من غير تصريح وهنا بقى تقع الطمى الكبرى لأنه وقتها ما كانوش الناس بياخدوا تصريح لبناء كنيس فابتدوا الإرهابيين اللي موجودين في المنطقة إنهم يضطهدوا فعلا رفعوا عليه سيف وحرقوا عربيته يعني اتبهدل جدا أنا عايزة بس أركز على الحتة دي أنا مش بتكلم على كل الاضطهدات اللي مر بيها كل مسيحي من أجل المسيح من أجلك يا رب نحن نمات كل النهار وده لا يعني لنا شيء حتى الموت يعني ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فدك أفضل جدا وده لسان كل حال لسان حال كل إنسان يحب المسيح ويعرف المسيح ويعيش خدمة المسيح وأنا متأكدة أنه أبونا كان ليه هذه الحياة اللي واضح من تعليقات الناس عليه أولاده عليه أنها كانت شهادة ليه فعلا شهادة للرب فعلا كل ما كان يرجو هذا الرجل أنه يكون عنده مكان شعبه يصلي فيه بس أقل حقوق الإنسان أنه يكون عنده مكان يعبد إلهه فيه بحرية وده حق يكفل الدستور ولكن لم ينفزه القانون دلوقتي بقى فيه بناء كنايس وانفتاح ونشكر ربنا من أجل ده لكن أنا بقول لكم أن هذا الراجل التهد بسبب أنه كان عايز يبني بيت يصلي فيه فقط فيجي رمضان علينا بقى ويأتي بالغضب الآتي بتاع الإسلاميين اللي جايين علشان خاطر يعملوا يعني عزة لغيره أنت خدمتك متسعة الراجل ده عنده أربعين كان بس في رحلة وغالباً الناس دي بتعمل رحلات خدمات في الشوارع يعني في رحلة كان مع أربعين خمسين شاب بيخدموا يترى الشباب دول اللي كانوا ماشيين مع أبونا وطلعين من أجل اسم المسيح معرفش كانوا بيعملوا إيه الملمومين على بعض علشان خاطر يعملوا خدمة معينة هتلاقي منهم حد شايل سلاح ولا هيروح يأذي حد غالباً ممكن يكونوا كانوا بيمشوا يصلوا في الشوارع على فكرة في ناس من المسيحين كل خدمته من هو يمشي يصلي للناس اللي حواليه يطلب بركات الرب ونعمته ومحبته وخلاصه للجميع أنت ماذا تفعل يا من تتشدق بالإسلام ماذا تفعل يعني أنا عايز أعرف أنت بتعملوا إيه ده أنت صلاتك دلوقتي حتشوفه الصلوات إيه المسلمين بس أدعي المسلمين بس اللهم مش عارف إيه انتقب من الكفار وطلع إيه خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده ده النهاردة يعني النهاردة الصبح أو من بدري حسنا صح يا من بدري قوي فالنهاردة من حوالي مثلا عشرين ساعة واللي حاجة زي كده التعليق ده جاي بتقول الكاهن بيلا بتقول كده الكاهن أرسانيوس وديدة قتل ساعة الفطار على كورنيش اسكندرية أكيد اللي قتله مختل عقليا بعدها بساعتين ثلاثة شوفي بقى التعليق اللي بعد كده ده ما كانش حد أزاع انه اللي تقبض عليه ده مختل المصري اليوم يا جماعة بتقولك مقتل كاهن بتعنه بسكين وعلى الكورنيش وإنه القاتل اللي اتقبض عليه ده مهتز نفسيا مهتز نفسيا ده ظهر جديدة ده التعبير الجديد يعني حد يقولي مهتز نفسيا ده سمعناه قبل كده كان الأول بيقول مختل مجنون مريض لكن مهتز نفسيا أنا مش عارف ده مزوز من إن دي مهزلة دي مهزلة المصري اليوم في الإطار شافين الصورة فنوس رمضان واحتفالات رمضان أنا شفاهم أنتوا حطين ده فرح حطيت لي مقتل كاهن على الكورنيش وعمل لي فرح برمضان ما هو ده دليل على إنه هذا الرمضان وهذا الصيام وهذا الإيمان لم يأتي بأي نوع من التعاطف مع الغير ولكن أتى بالشر على كل من يخالف الإسلام وفكره دي مأساة يعني العينين اللي ما تشوفش أن انت حاطت خبر مقتل كاهن الناس مقتل إنسان بلاش كاهن يا أخي مقتل إنسان وحاطت لي عليه فنوس رمضان وفرح وأعلام لو كان ده مثلاً مقتل شيخ كان حصل إيه؟ ده سؤال ده سؤال كانوا حطوها كده برضو؟ لا كانت حتحط بشكل مختلف يجب إن إحنا نواجه أنفسنا هناك تعصب ضد المسيحيين المختلفين ليس مصدره ثقافة ولكن مصدره دين مصدره فكر إسلامي ثقافة إسلامية بحتة بتقولك إنه المسيحي كافر عندنا عبدالله رجدي وسالم عبدالجليل وده وده وشيخ الأظهر نفسه أنت كافر بالنسبة لي وأنا كافر بالنسبة لك ليه يا راجل؟ يعني أنتوا عرفتوا تحوروها كده؟ مين قال إن إحنا بنقول على المسيحي بيقول على أي حد كافر؟ مسألت الكفر دي ما هيش موجودة في الإيمان المسيحي دي موجودة بس في الإسلام لأن الإسلام دين عنصري ويضع العنصرية في أفكار المسلمين فيطلع منهم واحد يقتل رجل بريء كل ما فعله في حياته إنه بيربي جيل يحب بلده يعتني بغيره يقدم رسالة محبة صادقة لمجتمعه ويريد أن يعبد الله في سلام الفرق كبير أنا عايز أوريكوا لسان حال مينة اللي هتشوفوا دلوقتي التويتر بتاعته دي بيقول كده مينة هو أنا ممكن أتقتل يعني وأنا ماشي كده في الشارع ومش يعني ومش مدي إخوانا ويجي واحد يقتلني علشان هو شايف إنه هو بيحب ربنا وأنا لأ الغريب بقى إنه إحنا اللي اتنين صايمين لأنه طبعا دلوقتي فيه صيام في الكنيسة الأرتودكسية اللي هو صيام القيامة إحنا اللي اتنين صايمين أنت بتقتلني وأنا بصليلك فبيقوله كده طيب يا سيدي لو أنا مش بحب ربنا زي ما أنت شايف طب هو ربنا وكلك إنك تقتلني هل هناك إله يريد إنك من بشر إنه يقتل غيره من أجل هذا الإله من أجل فكرة هذا الإله لا بصراحة لا ويجب إنه المسلمين النهاردة يقفوا عند هذا الفكر ويقولوا إنه لا ده ليس لا يمكن أن يكون ده فكر معطى من الله أبدا أبدا ده فكر شيطاني اللي يريد إنهاء حياتك الجسدية وحياتك الروحية هو الشيطان مش الله الله يبدأ يعطيك فرصة إلى ما لا نهاية فكر في اللي احنا بنقوله ده مينة مش لوحده اللي بيقول الكلام ده مينة مش لوحده المسيحي اللي ماشي في الشارع ومش عارف جاره اللي مثلا فجأة التحى وبقى ملتزم لأنه مينة ده مسيحي ممكن يقتله وهو ماشي في الشارع أو الستة اللي بتبقى ماشية مش متحجبها فبيبقوا عارفين إنها مسيحية فممكن يعتدوا عليها وممكن يضربوها سكينة إنه أنا شخصيا أعرف ستات مسيحيات استهدفوا يروحوا مثلا مفضيين الكويتش بتاع عربيتها علشان تنزل فلما تنزل في الشارع علشان تبص على الكويتش يروحوا ضربينها بسكينة ده حقيقي حصل ده فعلا حصل وبيحصل لأنها مسيحية أو أنها تستهدف بس وبيمشي في الشارع يا جماعة الموضوع أكبر كتير من يعني من ما أنتم متخيلين دلوقتي الروم اللي كانت على الكلاب هاوس دي بقى لهم بيقولوا يعني 24 ساعة والحاجة زي كده بيكلموا في الموضوع الروم مستمرة بيسلموا لبعض والناس بتتكلموا وبتحط أرقها دخل واحد قال بعد كده بيقول اللي بيديروا الروم بيقول لهم كده أنا بس يعني إيه رايح عيد ميلاد حد من صحابي فأنا عايز أقول رأيي قبل ما موت غريب جدا إن واحد يبتدي فأنا ما سمعته الحقيقة الكلام صدمني هل يا تارى المسلمين عارفين إنه المسيحين اللي حواليهم ماشيين وعارفين إنه ممكن ما يرجعش بيته ليه مش خوف جواهم هم يعني ما تولدش كده ما هو مش مولود جوا الخوف ده لا ده واقع حياة المسيحين المتهضين في مصر ده واقع وفي الآخر هيتقال على لخبطه مجنون ولا إرهابي لكن الفكرة الإرهابي موجود اسمعوا كده بيقول كده يعني خليني أقول رأيي قبل ما موت فالإحساس ده اللي عندي ده عن لسان الشخص اللي تكلم بيقول الكلام ده في ذهني مش من دلوقتي لكن من يوم ما تولدنا وإحنا كده الأطفال بيقولوا لهم وهم بيتعلموا في المدارس وفي الكتاب إن إحنا كفار فبيبصلنا على إننا كفار فصاحبه اللي بيطلع من المدرسة معاه وهو صاحبه ما بيقولوش انت كافر كده في وشك في وشه يعني وممكن في الهزار يقول هالو ولا حاجة زي كده بس هو عارف إن المسلم اللي هو صاحبه ده بيراك كافر وإنه ممكن يهدر دمه في أي وقت وعين بيقولك كده إنه تعزم في عيد ميلاد حد من أصحابه فبيقولوله حتيجي يعني لازم تيجي وكده وهو كان لسه كاتب بعض الأمور يعني تخص موضوع استشهاد القمس أرسانيوس على الفيسبوك فبيقول يعني لو حد من أصحابي شاف اعتراضي أو زعلي أو ألمي على مقتل القمس أرسانيوس وقرر إنه هو ينتقم مني إن أنا اتكلمت فممكن أروح عيد ميلاد صاحبي مخروكش النهاية كده يعني فيه تناقض غير عادي إنك تبص لصاحبك وتبقى عارف إنه ممكن صاحبك ده يقتلك هل دي مبالغة؟ لا دي مش مبالغة كنا الأول بنتكلم على مواضيع إن إحنا يعني عندنا الاضطهاد في موضوع إنه المسيحي ما بيتعينش مش عارف إيه ما بيبقوش معيدين لا الأمور أكتر من كده كتير استهداف الكهنة في الشوارع بشتمتهم والبصاق عليهم ونعطوهم بألفاظ بزيئة والإشارة ليهم بكلام مؤلم جدا مش حاجة غير عادي الكهنة معتدين على ده في الشوارع للأسف بس دلوقتي كمان بقى فيه سكاكين بتستهدفهم في شهر رمضان فأنا مش عارفة أقول لك يعني للعمل وكده عايزة أقول لهم يعني صوما مقبولا بقى ولا نقول لكم إيه هو هيكون فعلا مقبول أمام إله الشر هو الوضع ده في نفسك وهو اللي استخدمك أنت أداة شر الآن الإنسان اللي بيعتنق هذا الفكر أنت بقيت أداة شر بنصلي إن الله يأتي بتوبة في قلوب الكاثرين المسيحي ما بيخافش من الموت المؤمن اللي عنده علاقة شخصية بالله المحب لله ما بيخافش من الموت وأنا بادعو كل إخواتي المسيحيين العابرين والمنخلفيات مسيحية النهاردة استشهاد القمس أرسانيوس وقفة نقدر نقف عندها ونقول إنه هذا الرجل خدم الله بأمانة اللي عملوا بينه وبين الله ذكراه هتكون في قلوب الناس اللي هو خدمهم بأمانة وأحبهم وأحبهم لكن المجد في حياته سيعود لإسم يسوع المسيح فأنا بصلي إنه إنت النهاردة وإنتي تعمل وقفة مع ربنا تقولوا رب إحنا عايزين نتغير إحنا عايزين نكون رسالة لمن حولنا عايزين نكون غير متراخين في إننا نوصل الرسالة اللي حوالينا كان فيه سؤال الكلاب اللي كانوا عاملينه النهاردة كانوا بيقولوا يعني إزاي الأمور دي تتغير فالناس عادة تتكلم على السياسة وإنه سياسة البلد بقت أحسن وإزاي إنه سياسة تتغير في حماية المسيحيين حد اقترح إنه المسيحيين لازم يمسكوا وزارة الداخلية وإن حقيقة عجبني الاقترح ده لأنه لأنه يعني اقترح يعني حيكون في يمكن يؤدي إلى إنه هناك يكون هناك الكثير من الأمناء طيب أنا عارفة إنه معنا مكالمة هاخدها حالا فالسؤال مسئوليتنا إيه ونقدر نغير ده إزاي أنا عايزة أقول إنه مسئوليتك كابن الله إنه أنت توصل كلمة الله ورسالة المسيح لكل من حولك ونبطل نخاف خلوني أخد أحد أخواتنا المشاهدين أخونا كعب بن الأشرف أهلا بيك أنا سعيدة جدا باتصالك أنت معنا شكرا مساء أهلا بيك أنا مبسوطة أنك معنا والأستاذ كعب بن الأشرف كان معنا على الروم وحب أسمع تعليقك بعض اللي شاركت بيه في الروم النهاردة تفضل طيب شكرا بص دكتور أماني والموضوع الموضوع يعني في اليام الأخيرة دي تزداد قوي كتير هو ده مش جديد على الإسلام ده من أول منذ ناشط الإسلام من 1400 سنة اللي حصل مع مع العبا رسينيوس دلوقت النبارح واللي حصل قبل كده مع ابونا سمعان وكل ده لو هنراجح تاريخ الإسلام وناشط الإسلام نفس اللي حصل من 1400 سنة الاسم اللي أنا داخل بيه مستعار ده كعب بن الأشرف ده ما هو ده شخص مات من 1400 سنة على يد الرسول على يد رسول الإسلام ده مات بسبب ايه بسبب قصيدة واحدة قصيدة كتبها كان فيها أي إيساء لا بس احتبره من المحاربين والمحارب هو جزات الذين حاربون الله ورسوله أمه أن يصلبوا وأن يقتلوا أو تقتع رجلهم من خلال خلاله هو كده فيه أحكام أنا بستعجب لما بيشوف المسلم اللي طالع يبرر وبيحاول يقول لك لا أصلا ده لا يمص الإسلام المشكلة بيقولي الكلام ده بعد الكرسة ما بتحصله بيقوله للضحية بدل ما يروح يقوله للمجرد نفسه لا بيروح يقوله للضحية الناس مش متحمل أنت عندك سبعين آية في القرآن مش آية ولا اتنين ده سبعين آية بتحرض على القتال والجهاد في سبيل الله فهذا الده ميش جديد على الإسلام نشط الإسلام كده هو بيقولك حتى في سورة الأنفال يقولك وأعدوا لهم ما استطعتم من كوة رباط الخي ترهبون به إرهاب ترهبون به عدو الله وعدوكم أيو فأنت شايفك مش بس كده آيات التحقير كمان آيات التحقير بالنسبة للمسيحيين واليهود بالنسبة للمسيحيين مثالهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهس أو تطرقه يلهس طيب ينفح ده إله فيه إله يشبه البشر بالكلام بالنسبة لليهود مثالهم كمثل الحمار يحمل أصفار ويطلع المسلم كله ده يقرأه ويقولك أمين وييجي بعد ما الكرسى تحصل وحد يطبق الكلام ده يقولك ده ليومس الإسلام طيب إحنا النهاردة كان معنا في الروم أحد مشاهير الكربهاوس بيقولك أنه عمره ما سمع مثلا أنه الأظهر لم يكفر داعش يعني يعني ده يخليني أتساءل يعني حقيقة هل أنا بسمعه هو بيتكلم هل الموضوع في انفصالية في الفكرة هل في قطاع من المسلمين منعزلين عن تفكير عامة المسلمين ولا إيه يعني يعني ولا ده مرأة وكذب بصورة واضحة الكذب وبباح في الإسلام في ثلاث حالات الكذب وبباح في الإسلام الإسلام وباح الكذب في ثلاث حالات وهو بيجذب على ثانيون سردين فهو بيجذب على ثانيون سردين فكرة الأظهر درية أنا اتكلمت عليها في الروم شيخ الأظهر الناس لازم تبقى عارفة اللي بتسمعنا احنا عندنا في مصر الأظهر ليه خطابين خطاب موجه للخارج بيتمثل في الشخص شيخ الأظهر نفسه ده بيوجه ليه من نسخة المكية من الإسلام اللي هي إيه لكم دينكم وليا دين ومش عارفين هي نسخة الضقية هي نسخة الضقية بكل أشكالها لكن بس خدت هل انتبهت أنه هذا الشخص بعد ما سمع الفيديو اللي تحطله والشيخ الأظهر صراحة لا يكفر داعش ويقولك أنا ما قدرش أكفر داعش فقالك أنه الحقيقة أنه ده في منتاز زكاء يعني هو لم يستطيع أنه يعترض على شيخ الأظهر وقالك أنه ده زكاء من شيخ الأظهر هو من الزكاء ولا أي حاجة هو لازم يقولك كده شيخ الأظهر ما يقدرش يكفر داعش لسببين السبب الأول الخطاب المنتشر من داخل الأظهر ومدارس الأظهر هو خطاب داعشة رسمي الخطاب الخارج الدواعش بقى مين هم الدواعش دولا ما هو رئيس بوكو حرام في نيجيريا ما هو أخي الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأظهر أغلب اللي كانوا بيجاهدوا في سوريا والعراق لو مسكنا الناس ديت وفحصنا شخصياتهم هيطلعوا من الأظهر اللي قاتلوا النائب العام في مصر واحد رئيس بمقامة رئيس دولة اللي قاتلوا النائب العام بطلع منهم 13 واحد من الدرسين في الأظهر بالزبط الأظهر ما يقدرش يكفرهم لأن شيخ الأظهر لو قال داعش كفار كان هيرد عليه رئيس جماعة بوكو حرام الإرهابية من نيجيريا وهيقول لنا أخذ شهادة من عندك الدكتوراه في الشريعة الإسلامية ومزبوط وأفغانستان إرساليات الأظهر في أفغانستان شوفنا في الأحداث الأخيرة وشوف شكل الحياة في أفغانستان دول الناس اللي بيعلموا أسادة الطلبان في أفغانستان شوف الحياة هنا شكلها في كل الدول اللي فيها مشاكل مع الإرهاب عندنا المعلمين والناس الأساسيين خريجي أظهر يعني دي مش حاجة ما نقدرش ننكرها طيب شاركني برأيك إزاي يمكن إصلاح ده بعيدا عن الرأي السياسي عارف إنك ليك رأي سياسي كيف يمكن إصلاح هذا الموقف عند الناس؟ إصلاح الموقف ده إن العالم دلوقتي دلوقتي إنت مش محتاج لشيخ تقعد تسمع له ولا تفسير دينك تروح تاخده من شيخ وإنت دلوقتي إحنا في عصر الإنترنت بتقدر تدخل تجيب أي معلومة مجرد ما تكتب الآية هيجيب لك التفسير بتاع حل الطبر والكرتب وبن كسير ومش عارف مين ومين الحل إن إحنا دلوقتي عايشين في مجتمع لازم كلنا نتعايش مع بعض دينا كمسيحيين كمسلمين لادنيين أي إن كان كله لازم يتعايش الحل الوحيد دلوقتي الخطاب الكراهية ده لازم يتراجع عنه لأظهر لأن ده مؤشر خطير جدا مؤشر لأنه ممكن يقود البلد لحرب أهلية كبيرة دخلت البلد في حرب أهلية الحرب الأهلية لما حصلت في لبنان دمرتها زمان ممكن تتعاد لأن الناس دلوقتي مش حملة تبريرات الإرهاب الإسلامي والخطاب الكراهية أثر على عالم كله حتى في الغرب مظبوط أنا بوافق على كلمة خطاب الكراهية بس أنا عايزة أعلي شوية الموضوع وقولك أنه التعليم الإسلامي هو خطاب كراهية ضد غير المسلمين بكل أشكالهم يعني ما نقدرش هيصلحوا إيه ولا إيه ويعدلوا إيه ولا إيه أنا بشكرك ومدخلتك يعني أثرت وقتنا في الأمر ده وربنا يبركك خليني أسألك أنت مريت بالضهاد من أجل إيمانك سريعا أنا شخصيا مش كتير بصراحة عشان لكن لكن بشكل شخص لكن مع ناس آه شفت حالات اضطهاد كتير معروفة المسيح في مصر بيتجنبوه سواء كان في أماكن سياسية ممنوعة أماكن كتير وظائف ممنوعة فده هو كل اللي أنا أعرفه بالنسبة للتجارب نستني أشكرك وربنا يبركك دايما أرحب بيك تشارك في أي وقت ربنا يبركك شكرا أخونا طيب أنا عايزة لو لسه معنا أوكي خلي المكالمة اللي جاية دقيقة بس يعني ريت تطلبوا منهم ينتظروني دقيقة عايزة أحط الصورة اللي بعد كده اللي هو تعليق الأستاذ أشرف السعد صورة 8 أشرف السعد معروفة معروف خلفيته لكن الحقيقة أن اللي حطه ده آية من الكتاب المقدس بتقول كده ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحرية من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كلاهما في جهنم الحقيقة أن الآية اللي استخدمها الأستاذ أشرف السعد على أي صورة هو فاهم هذه الآية بصلي أنه يكون ربنا لمس قلبه هو شخصيا بهذه الآية بس أنا عايزة أقول لكم أن الآية دي آية مشجعة جدا للمسيحيين إحنا لا نخافش من اللي بيقتل الجسد لأن إحنا في يد الله صانع الكل ملك الملوك يعني إن عنينا فهو شريك معنا في الألم ونحن أيضا شركاء في المجد في الآية دي آية مشجعة جدا بالنسبة لنا ما بتخوفناش لكنها آية تحذر الإنسان أنه ينظر لمن في يده القدرة على هلاك النفس لأن النفس أهم من الجسد مش هو اللي بيهلكك لكن أنت لو لم تتبع ولم تفهم ولم تعي مع من تتعامل هذا الإله المحب أيضا له عدل ينفس ضد الجاني كل هيتقابل مع الله خليني أخد مكالمة الأخ بولس معنا أهلا أخ بولس ازايك الله يبارك حياتي يا رب سلام المسيح معنا تفضل بعزي أسرة القمص السنوس الرب ينيح نفسه يا رب وكل التعازي للأسرة الشهيد أمين أمين في اسمي يسوع أمين يا رب أمين أنت تفضل لا لا تفضل كم أنا بس يعني بوجه سؤالي للمسؤولين بوجه سؤالي للأصدر ده زنبه إيه ده إيه اللي عمله إيه اللي افتكبه فحياته حشان يقتل بالطريقة دي يا أوكي يعني طب لإمتى طب لإمتى قط الأقبار طب لإمتى اختطاف البنات بتاعكم لإمتى حرق الكني طب لإمتى طب إيه الحرق يا ولإمتى التعامي عن هذا الموضوع يعني إحنا ما تيجي حدثة ونبقى مش عارفين نغطيها يعني إيه نحاول نقول آه طب ما لش إحنا أسفين خالص اللي حصل ونقبض على واحد وبتاع بعين نموت الموضوع بعد كده لكن ده لا يعني إنه في أحداث كتير بتحصل كل يوم وإحنا لسه بنعنيه تفضل طب لإمتى طب لإمتى كل مرة نقول المجرم ده مختل عقليا المجرم ده مجنون أي طب مهتز نفسيا دلوقتي دي الجديدة يا بوليس الأمر الحقيقة ما هوش مضحك ولا حاجة حاجة غريبة يعني صاح حاجة غريبة أنا مش عارف في الناس دي الناس دي يعني الناس دي ما بتغيرش الناس دي مش شايف العالم وصفا بإيه مش شايف الناس بتاعب المخرج من موضوع مختل عقليا أو مهتز نفسيا أنه في الآخر هيجي في المحكمة هو عنده ما يقدرش أبدا أنه ينفس حكم إعدام على شخص مسلم أتى الواحد مسيحي ما هو المسلم لا يقتل بغير المسلم ما ينفعش والشرع كده بقى يعني نرجع نعيد من الأول هو كده الشرع كده المسلم يعني هو يعقل ربنا يقول كده يستحيل طبعا يستحيل طبعا أنا محروف دم النهار يعني محروف دم النهار مش أنت لوحدك وأكيد الكثير من المسيحيين في مصر وفي العالم كله والأقباط اللي برة والكنيسة نفسها وشوفنا حزن الأباء لانتقال أبونا لكن إحنا يعني عارفين إحنا لا نملك إلا إحنا نصلي يعني لا نملك إحنا في مصر دلوقتي إلا نصلي فقط أنت عارفا أنه إيه نصلي بس إحنا لا نملك إلا الصلاة نصلي ونصلي هو ده الحل نصلي ونغفر ولكن أيضا يجب أن إحنا ننتبه أنه رسالة المسيح تخلص هؤلاء من الشر لو الراجل ده كان وصلته رسالة المسيح ما كانش هيبقى في إيده خنجر أبدا صحيح أمين أنا بشكرك يا بولس وربنا يبرككم جميعا شكرا يا أخي شكرا مع السلام مع السلام طيب الحقيقة أنه الألم والغضب اللي ممكن يكون المسيحين بيشعروا به دلوقتي وخاصة في وقت الصيام وفقدان شخصية لها مكانتها في المجتمع ده رجل دين له أبناء وتلاميذ وخدام وكده حزة جمدة في يعني أنا حبة إن إحنا نصلي من أجل المعتدين ونصلي من أجل الأعداء ونطلب إنه الرب يملانا بغفرانه علشان إحنا ما نتأثرش بالألم أكتر من كده ونبتدي ننظر إلى إزاي ربنا يستخدمك مع اللي حواليك صلي إنه ربنا يستخدمك مع اللي حواليك في اسم المسيح ولإسم المسيح ولمجد المسيح بلاش المبارزات في بين الفرق بين الإسلام والمسيحية ولكن عرفوا اللي حواليكم محبة الله افتحوا بيوتكم للناس اللي انتوا عارفين إن هم محتاجين يسمعوا كلمة الله أمين خليني عايزة يعني يمكن في فكرتين حبة إن أنا أنهي بيهم هنا عايزة وريكم الصورة اللي جاية دي لأن تعليق لعبدالله رشدي النهاردة كده طلع علينا بالتعليق ده يقولك الاعتداء على إمام مسجد في محافظة الغربية بعد خروجه من مسجده عمل إجرامي وقد تمكنت الجهات الأمنية ولله الحمد من ضبط الجاني الذي اعتداء على فضيلة الشيخ بقى لحظ حد وبعد كده كذا نعز أهل القمس الذي قتل في الأسكندرية على يد أحد المعتدين فعمل إجرامي برضو ماشي طبعا اللي حصل بقى إنه فيه شيخ فعلا حصل له حادثة اعتداء خليني أقرى لكم قصة الشيخ ده الشيخ بيقوله القبر بيقوله إنه قررت نيابة مدينة كفرز دايات في محافظة الغربية برئاسة مش عارف إيه إخلاق سبيل المتهم بالاعتداء على الشيخ سامح حريدي إمام وخطيب مسجد الست زكية أمس عقب صلاة العشاء والتراويح والمعروف إعلاميا بتعن إمام مسجد بالغربية وذلك بسبب شهدته في جلسة عرفية ضد المتهم وشقيقه فيه خناء حصلت بين اتنين والشيخ ده رح شهد فواحد منهم هو خارج طعنه بسكينة والشيخ ما ماتش وما جرلوش أي حاجة وفي الآخر الشيخ تنازل عن المحضر ضد الجاني مفيش شبه بين الاتنين فيه نزاع فعيلة الرجل شهد أو كان طرف في النزاع أو لأ ما نعرفش برضو التفاصيل لكنه حي ولم يستهدف بسبب دينه ولكن بسبب مشكلة اجتماعية اختلاف الرأي خناء يا جماعة فما تحط ليش دي وتيجي بعدها كده تروح لازق تحتها ونعزي بقى برضو أهل القمصة اللازي قطل لا هو مقتلش هو مات من أجل المسيح فهو شهيد لا تجرؤ انك تقول عليه شهيد لكن ممكن في الإسلام تقولك الشيء والتفاسير بتاعتك تقولك ان الرقاصة اللي رايحة ليس لي اعتراض على الرقصات لكن انا بتكلم من مفهوم الإسلام يقولك الرقاصة اللي رايحة الشغل لو تقتلت وها راحة الشغل تبقى شهيدة اللي مات محروق شهيد اللي مات مش عارف إيه شهيد والقاتل تعتبروه شهيد يعني الراجل اللي قتل القمص لو كان البوليس موجود مثلا ودربوا رصاصة كان مات شهيد في عينيكو يعني الاستخفاف بالامور وخلط الامور وحط لك طبعا الشيخ الاول طب ده انت عندك الراجل مات وقدام علبته وقدام خدامه مش عارف طب حطوا الاول لا يحطوا الاول ازاي ده يقدم الكافر على مسلم ابدا يعني نضحك على بعض بس برضو يعني ايه حتة الطقية كده رمضان يأتي وهو ومعه يعني جعبته مليئة بأشكال وانواع من الارهاب عايز اواريكم التويتا الجاية دي لانه بمناسبة برضو شهر رمضان تكثر الغزوات وتكثر الحوادث الارهابية عندنا العديد من الحوادث الارهابية اللي حصلت في اسرائيل الايام اللي فاتت من استهداف يا اما زباط يا اما عساكر يا اما مدنيين يعني كله دخل في بعضو من الاسرائيليين لانه ده يعني جهاد بقى يبقى صايم وبيجاهد فالتنين مع بعض يعني يبقى الظهر انه الحسنات بتبقى كتير قوي يعني صايم وحادثة ارهابية فيلم عبدالله رشدي بقى يقول لك اشياء مفرحة تحدث في فلسطين الان وانت صايم فرحان في موت الناس و يعني يا من يتكلم عن حادث ارهابي لمقتل الناس ابرياء انت تعتبرهم مش ابرياء علشان هما يهود اعدائك باي شكل من الاشكال نفكر بقى نفكر بقى يعني اصحاب العقول يفكروا في اللي بيحصل قدامنا ده طيب الفكرة الاخيرة اللي انا عايزة يعني كانت الحياة هتكون بداية فكرة رمضان الافكار العجيبة اللي بتجيلنا في رمضان هو الفيديو اللي هنشوفه ده ياريت توطولي صوت الفيديو لانه انا هتكلم اشرح الفيديو للناس في بداية شهر رمضان حصل موضوع غزوة التايم سكوير ايه اللي حصل في التايم سكوير المسلمين في نيويورك ياريت توطي اكتر قرروا انه هما حيصلوا التراويح وحوالي الف واحد في التايم سكوير ده من اشهر الميادين في في نيويورك شايفين الراجل ده بيقريهم وبيعيدوا وراه طبعا دول مش فاهمين هما بيقرؤوا ايه الراجل ده اللي بيقود الصلاة هنا بيقرأ الفتحة من التليفون وهو بيقود الصلاة وطبعا هما مختارين وانه هو يكون اجنابي هو غالبا مش فاهم اللي هو بيقرأ شوفوا التايم سكوير ده من اكتر الاماكن المزدحمة فالناس بقى ماشي عملا تصور ودول فرحانين قوي في نفسهم بيصوروا الفجعة اللي بتحصل في التايم سكوير نس عمرهم ما بيعملوا اسمه اللهم اعز الاسلام والمسلم كل شخص التي ترى ترى الوحيد من المحمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله وهمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله وهمد رسول الله سكوير مشاهد يعني الحقيقة مرعبة جدا ممكن تقفل الصوت خالص الحتة الجزء الاخير من الفيديو ده الشيخ الواقف بيصلي في التايم سكوير التراويح و يمكن لأول مرة يحصل في النيويورك حاجة زي كده يسمحوا لمجموعة كبيرة من الناس دي تقفل تايم سكوير ده مثلا بتقفل للرياسة وهم معديين ولا حاجة زي كده يعني من النادر جدا لكن دول أفالولهم ده علشان يصلوا الأمريكان دايما هتلاقيهم بيعملوا يعني بيقدموا حاجة للناس دي عشان ما يحسوش ان هم متهاضين في البلد ومع ذلك انت واقف بتدعي اللهم منصر الإسلام والمسلمين مش يا رب احنا مثلا انصر أمريكا مثلا كمان شكرا ان أمريكا فتح لنا مجال يبقى شكلنا كلنا كده زي الدواعش واحنا واقفين وزي بينا نصلي وكل حاجة وجاي بينا بوليس يحرسنا وكده والرجل ده بقى ماشي بيشاور يقول كل الناس اللي حواليكم دول من أمة الإسلام هما لو من أمة الإسلام ولا يعرفوا ايها انت بتدعي عليهم ده وهما ما لهمش اي اي صلة بالإسلام هو عايز يقول انه كل دول لازم يجوا للإسلام ولازم يبقوا ملك للإسلام وبصوا لعزة الإسلام وتكبير والله وأكبر ولا إله إلا الله شيء مرعب مفيش حاجة فيه مغرية روحية انت خليني أشوف مثلا اتضاع محبة مش عارف ايه لا الإسلام يأتي مع فوضى أينما كان هو يأتي مع فوضى ورمضان من علاماته الترويح اللي في تايم سكوير دي يعني الحقيقة عملت صدمة عصبية عند كل الغربيين ولكن أينما وجد الإسلام لازم يكون فيه فرد سيطرة ومع ده يجي إرهاب هل يأتي رمضان وصيام رمضان بتغيير حقيقي في حياتك هل يأتي هذا الصيام بتغيير في قلبك وفكرك لا لأنك ما عندكش الأدوات المعطاة من الله اللي تخليك يعني اللي تغير قلبك بالشكل ده ممكن تجيب حدثة زي حدثة القمص أرسانيوز ده كمثل ده هذا الرجل لم يغيره دينه ولكن اختياره غير حياته إلى الأسوأ بالتأكيد و يعني أزى كتير المجتمع المسيحي المسالم من حوله بصلي من أجلكم بصلي أن الله يفتح عيون الكثيرين اليوم لأنهم يعرفوا هل يغيرك دينك ولا أنت ماشي زي القطيع كده بلا فهم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر